كابتن ياسر ريان نجم النادي الأهلي الأسبق من ورن يا كابتن أهلا بحضرتك وأنا حسمت الجدل النهاردة أبيض 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 أحمر وأبيض علشان إيه محدش يزعر يا كابتن عصام كالدخيل يعرفوا إليها الأبيض ياسر عبد الهواء فكان بيكلم أليه يا لاب صح ما هي أهلوية مثلا اللي تأحمر وابد خلاص هي كنت أحمر أنا كده علشان أنا بحب أبقى محايدة في الأيام الحرجة اللي بتبقى زي اليوم بالضبط كابتن عصام حدث تاريخي المهاردة الأول مرة في التاريخ الأهلي والزمالك في نهاية دوري أبطال إفريقية حضرتك شايف أساساً الحدث ده إزاي؟ لا حدث كبير طبعاً يعني هو ما بيكررش أول مرة تحصل في تاريخ البطول الإفريقية إن الأهل والزمالك يوصلوا لنهاية أفريقية أبطال الدوري في نفس الوقت مشوار طويل ومشوار صعب جداً اللي اتنين اكتزوا وعن استحقاق يعني هم وصلوا للمباراة النهائية عن استحقاق وقابلوا محطات صعبة جداً يعني الأهل قابل محطة سانداونز وقابل الوداد وتخطاها بشكل قوي جداً وصل المباراة النهائية الزمالك برضو اختخطى الترجي وتخطى الرجاء المغربي ووصل للمباراة النهائية بنتكلم في بطولة مصرية خالصة عن الكاس في مصر وبنتكلم في أني حيبقى فيه النهاردة فيه فريق حيفوز وفيه فريق حيخسر في نفس الوقت بنتكلم فيه مبادرة نبذ التعصب وإن إحنا ما يبقاش فيه تعصب ولازم نبع عندنا ثقافة التقبل بالنسبة للكسبان بنقوله مبروك بس لو في ضدنا نتكلم لبكرة الصبح تفتكر مش هبقيت تعصب آه لإني حتتكلم في أحداث داخل المباراة وأحداث ما بعد المباراة هي دي اللي إحنا بنبتدي إحنا نقف عنده ويبقى فيها وقفة بشكل كبير جداً لكن حدث كبير مباراة خارج التوقعات مباراة صعبة مباراة في أحداثها في كورونا ست العيبة بيغيبوا عن التشكيلة أنا هرجع على حريك في ده كمان كمان آه بالزبط كده إحنا هنرجع بعد شوية كمان للتشكيل والغيابات لكن هروح لكابتن ياسر كابتن ياسر المباراة دي حضرتك شايفها إزاي خاصة أنه والله يبغض النظر عن مسألة أهلوية وزمال كوينة النهاردة محايدة جداً بس كبتنا صمع اليوم مش عارف أسأل مش عارف أسأل عادي أنا متحفظ عادي متحفظ بس على أرض الواقع الأرقام كلها في صالح الأهلي نتكلم على يعني ما سبق حضرتك بتتوقعي بس صالح أرضك على حاجة وكابتن أصمع اتفق معا فيها مباراة أهلي وزمال خارج التوقعات يعني ملايش دعوة التاريخ اللي قبل كده بيقول إيه مين كسب مين خسر بطولة دي إزا ما احنا بنقول بطولة القرن كل اللي انت عملتيه سوى كسبتي أهلي في بطولات دوري كاس بطولة عربية سوبر مش عارف ايه كل ده يقوم والنهاردة شيء تاني خالص آه طبعا احنا بنقول ما فيش تعاصب لكن انت عارف دي كور القدم وأكيد في فرق النهاردة طبعا اللي هي الأول في الأخر مصر اللي كسبت مصر اللي فات مكنت لسه أقول حضر لك احنا طمعين قوي ده احنا كنا قاعدين القعدة دي قريب و بنقول يا رب النهائي يبقى مصر بس انت عارف ده بس ده تموح لكل نادي ومشروع الليل اللي هو عايز ياخد بطولة لو يحصل على بطولة برضو وخلي بالك وصوله ياخد البطولة النهاردة هيلعب على السوبر الافريقي بقى اعتقد بقى لها فترة طويلة سواء مع القلة والزمالك ما حصلناش عليها يعني فرقة اغلبية فرقة الشمال فرقة مع فرقة ساندون زي ممكن اعتقد هي اللي كان لها يبقى اكتر لكن في الأول وفي الآخر المباراة أنا بوجهة نظر مباراة مفتوحة مش هنقول بقى كتاب مفتوح للفرتين لا اهو مباراة من اول للمباراة من اول مرة في حياتي اقول مفيش فرقة هيبقى عندها تحافظات للفرقة التانية المباراة في الحالتين الجيم هيبقى مفتوحة من اول دقيقة هتلاقي هجمة هنا وهجمة هنا